اهلا وسهلا بكم مساعدة الكرام في برنامج زعموال ومسارة الفترة الاولى بدا ندعو نلقي نظرة على اداء السوق السعودي في جلسة اليوم ولاحظ ان المؤشر عند مستوى 6933 نقطة ولاحظ اليوم هي الجلسة الثانية على التوالي ما زال يواصل المؤشر على التراجع باقل من 20 في النقطة المؤوية 14 نقطة يفقدها في هذه الاثناء كما تعلمون في جلسة امس كان هناك تراجع بالنسبة للسوق السعودي ب11 نقطة وكذلك ما زال يواصل يوم في ظل الاداء الايجابي لأغلب اعلان في ظل الاداء الايجابي لنتائج الشركات الربع الثالث الا ان السوق لم يتفاعل معها بشكل ايجابي كذلك بالنسبة لأسعار خام برنت والتي فاقت ال60 دولار لكن السوق ما زال لم يتفاعل مع العوامل الخارجية وكذلك بالنسبة مع العوامل الداخلية والتي تمثلت في اعلان العديد من الشركات 68 شركة عفوا 75 شركة اعلان تتاج الربع الثالث منها 61 شركة كانت اداها بالنسبة اداء ايجابي بتحقيق ارباح حجم التداول عند 22 مليون سعودي بنسبة لقيم التداول اقل من نصف مليار ريال بعد ان شهدنا ارتفاع واضح بالنسبة في قيم التداول في جلسة امس اشتركوا في القناة